أفدت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ينظر في الطلب الذي طرحته السلطة الفلسطينية لإجراء تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مهتم جدا بتحديث الاتفاقيات التي حرمت الفلسطينيين من حقوقهم أو إلغائها في حال لم تستجب إسرائيل لذلك كما وأكدت جهات أمنية إسرائيلية بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تفحص لانعكاسات لقرار أبو مازن حيث أن الإخلال بها سيؤدي إلى عدم استقرار كبير على الأرض وفق التقديرات الإسرائيلية